اللي بيعتقد كثير من الناس انه خطاب يشمل فكرة التناحي عن الحك في ثلاث دقائق هي النسخة المكسفة والمختصرة المشهورة والمعروفة والمزاعة والمبثوسة سينمائيا وكأنها هي خطاب التناحي بلما خطاب التناحي اوسع من ذلك واشمل واشمل ربما اتنين وعشرين دقيقة او اكثر وانا بقول انه اكثر خطاب في تاريخ مصر يحمل كسبا وتزويرا وانه مشكلة منهج المنهج الناصري في الكسبة على النفس او فيه ترويج المؤامرة على مصر هو المنهج المعتمد من قبل كل الاطراف والاطياف حتى الان اللي احنا مش عارفين نخرج من هذا المرض مرض سبعة وستين الاعتقاد باننا هزائمنا تأتي نتيجة مؤامرات من الخارج مش نتيجة اخطاء وخطايا وجراء من الداخل وانه النظام السياسي اللي عبد الناصر بعد كده وصفه بانه فاشل وعبد الناصر بعد كده قال تعبيرات للأسف وتقييمات الجمهور عبد الناصر ومحبوه وهم كثرة وعبد الناصر يستحق الحب لإخلاصه ووطنيته انما لأخطاءه وخطاياه ولابد من ان يعني حبك له يملي عليك تقييمك الدقيق الصحيح للرجل ولأداؤه علشان هم ونفسه راجع نفسه بعد سبعة وستين اللي يقرب المحاضر الخاصة بالاجتماعات اعتراف طول الوقت بانه عمل كرسى في البلد يعني بتعبيرات في منتاق قصوى يقول على تسعة عشر وينيوه لما الناس خرجت قالك المفروض الناس دي كانت تخرج تضربنا بالجزمة هو ليل كده على فكرة نصا فاحنا قصاد مشهد يستحق مرة اخرى ان احنا نتعلم من تاريخنا نتعلم من تجاربنا مش نكرر اخطاءنا ومنهج الهزيمة رغم ان جالنا حاجة عظيمة جدا اسمها ناصر 73 بكل دروسه العظيمة الرائعة فاحنا تخلينا كأنه منهج 6 اكتوبر انتهى مع وقف يطلق النار يوم 22 اكتوبر 73 ومن راجعين كما كنت لمنهج 5 يونيو تعالوا نكمل مع رئيس عبد الناصر خطاب تنحي كما انه كان يترك بقية الجبهات العربية لمعاونات اخرى استطاع ان يحصل عليها لحظة واحدة هنا معلش فين دي بيترك الجبهات الاخرى اللي هي ايه اللي هي الضفة والقدس واللي هي الجولان مين بقى المعاونات منين طيب ما يمكن الامريكان حربوا في الضفة الجربانية القدس مش هياطلاقا انا اللي بقول كده لا عبد الناصر عارف كده عبد الناصر عارف كده هو بيخطب جبهات اخرى ايه اللي يسايفها لحد تاني هو خلص على جبهتك في يومين ونص وبه راح كمل دخل بقى القدس واضع على الضفة الغربية والقدس واحتلها الجبهة الاردنية وبقى لما فضي بالجبهتين راح تسلى بالجبهة الجولان وخلصها في يعني في نزهة عسكرية يعني لا الخرب الامي الستة دي كانت متوزعة بدأ بك طولها تقول لك حشود اسرائيلية على سوريا طب الحشود دي ما عملتش حاجة خلص يوم خمسة يونيو ولا ستة يونيو ولا سبعة يونيو ولا تمانية يونيو يوم تسعة ويوم عشرة اضع على الجولان من غير حشود ولا حاجة والغاية دلوقتي الجولان من سبعة وخمسين سنة محتلة لكن القيادة السورية مش منزعجة من احتلال ارضها على فكرة يعني ومش هتدفع تمن سياسي انما ارضها تفضل ستين سنة محتلة عادي فاش حاجة ما تجرحش كبريئها نظام البعث السوري الغاية النهاردة مش بقى الاحتلال الاسرائيلي اللي بجولان من سبعة وخمسين سنة ده دلوقتي سوريا فيها تقريبا نص كرة الارضية محتلة تركيا محتلة قطعة حتى شوية ايران محتلة كثير من الارهابيين روسيا موجود يعني شيء يعني يقول لك ان سبعة وستين منهك حياة بالنسبة للهرب مش خطأ وجريمة تعلمنا منها ونستفيد من اخطاءها لا بنكررها تاني يلا نشوف وثالثا فان الدلائل واضحة على وجود تواطئ استعماري معه يحاول ان يستفيد من عبرة التواطئ المكشوف السابق سنة الف وتسعمية ستة وخمسين فيغطي نفسه هذه المرة بلؤم وخبس ومع ذلك فالثابت الآن ان حاملات طائرات امريكية وبريطانية كانت بقرب شواطئ العدو تساعد مجهوده الحربي كما ان طائرات بريطانية اغارت في وضح النهار على بعض المواقع في الجبهة السورية وفي الجبهة المصرية نوعب هنا كل ده كذب كل ده عصير من الكذب عبد الناصر عارف انه بيكذب وبيقول للشعب المصري حقائق غير صادقة بيقول لهم اكاذيب ده اسرائيل ضربت سفينة امريكية لبريتي عيانا بيانا كده عادي ما فيش حاملات طائرات ولا في طائرات بريطانية ولا طائرات امريكية لا اغارت على مصر ولا اغارت على السورة السورية يعني سبكش محتاجة حد يجري عليها يعني الناس ما يعني ردوا مرتين اتنين يعني حصل تشابك مرتين اتنين في يومين مرتين اتنين عجبها السورية اساسا حصلش حرب في سوريا اصلا وفي مصر احنا انسحبنا ايوم خمسة بالليل حرب ايه اللي حصل اتدكينا في الطيران اه خمسة صبح طلع علينا قرار انسحب يوم ستة الصبح كان القوات بتاعتها بتنسحب حرب ايه يعني كنا بنضرب بس احنا لما حاربنا انتصرنا انما لما اه 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 كانت قيادتنا اه جمال عبد الناصر حقيقية عامر اتنكسنا انما لما حاربنا انتصرنا انتصر عظيم فما حصلش حرب في سبعة وستية احنا اتدكينا وخلاص بسبب مخاطرة المحس قررنا المخاطرة الحسابات الدقيقة فاكرينهم جايين من الشمال والشرق جولنا من الغرب حملات طائرة كل حزمة الاكاذيب دي كلها كمل الى جانب قيام عدد من الطائرات الامريكية بعمليات الاستطلاع فوق بعض مواقعنا ولقد كانت النتيجة المحققة لذلك ان قواتنا البرية التي كانت تحارب اكثر المعارك عنفا وبسالة في الصحراء المكشوفة وجدت نفسها في الوقت الصعب لان الغطاء الجوية فوقها لم يكن كافيا ازاءت فوق حاسم في القوى الجوية المعادية بحيث انه يمكن القول بغير ان يكون في ذلك اي اثر للانفعال او المبالغة ان العدو كان يعمل بقوة جوية تزيد ثلاث مرات عن قوته العادية ولقد كان هذا هو ما واجهته ايضا قوات الجيش العربي الاردني خيب قبل الاردني والنبي يعني احنا قلنا وبيقول انه بقوة اكتر ثلاث مرات لانها على ثلاث دفعات فعلا مش لانها اقوى ثلاث مرات وهي طيران الاسرائيلي فقط اما قلت ان قوات البرية قاتلة قتالا يعني الحقيقة حصل قتال محدود جدا بكل يعني بسالة الجند المصري في الاخر جاله قرار الانسحاب هل السيد جمال عبد الناصر رئيس الجمهور العربية المتحدة قال للمصريين في الخطب ده ان انا الانسحاب وقد اثرت امام هذا العدوان ان اأمر القوات المسلحة بالانسحاب من سيناء في الاول القرار الانسحاب كان في ثلاث ايام ينسحبوا خلال ثلاث ايام على ثلاث ايام بعد شواء اللونهم على يومين بعد شواء اللونهم 24 ساعة تكونوا منسحبين من سيناء 61 ألف كيلو متر مربعة ممكن 63 ألف حتى 63 ألف كيلو متر ينسحبوا في ليلة ويقول لك قواتنا البريكة مكشوفة وعمل اللي كشف ضربة الطيران اللي حصل اللي هو مين اللي عمله ان احنا نطلقى الضربة الاولى في المخاطرة المحسوبة الدقيقة مش عايزين الناس تخرج وتقولوا عد ما هو اصل مشهد كله مؤامرات فظيعة جبارة تنانين وارخبيء يعني وحاجة يعني ارخبيل عسكري يعني شيء مزعج للغاية لما تتأمل المصريين قد ايه كان ينزل عليهم طوفان فيضان من المعلومات المضللة وتقول لأحمد سعيد اللي غلطان نسمع التي قاتلت معركة باسلة بقيادة الملك حسين الذي اقول للحق وللأمانة انه اتخذ موقفا ممتازا واعترف بان قلبي كان ينزف دما وانا اتابع معارك جيشه العربي الباسل في القدس وغيرها من مواقع الضفة الغربية في ليلة حشد فيها العدو وقواه المتآمرة ما لا يقل عن ربعمائة طائرة للعمل فوق الجبهة الاردنية ولقد كانت هناك طبعا تش محتاجين ان انا اقول لكم ان الكلام ده مصحيح اطلاق وانه بيحيي الملك حسين اللي كان يعني من شهور بيتهموا اتهامات ايه وفي خطابات معلنة ورسمية وحاجة يعني عجائبية للغاية لكن تعال نكمل موسيقى